بدأ الوجود الأمريكي العسكري بغزو العراق عام 2003 عندما اتهم الرئيس حينها جورج بوش الإبن بغداد بامتلاك أسلحة دمار شامل وهما لم يثبت بعد الغزو الذي كبد القوات الأمريكية آلاف القتلى والجرحى لكنه في الوقت ذاته قتل ودمر كل ما يمتل الحياة بصلة في بلاد الرافدين بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011 أرادت العودة بطريقة أخرى إذ جعلت لها من يشرعن وجودها فعقدت ما يسمى باتفاقية التعاون الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية مع حكومة المالكي فعملت القوات الأمريكية على تعزيز وجودها الطويد الأمدي في العراق من خلال إنشاء قواعد عسكرية كبيرة قدرها بعض الخبراء العسكريين بعشرات القواعد موزعة على جغرافية العراق لعبت هذه القوات وقواعدها دورا كبيرا في العمليات العسكرية المساندة للميليشيات في الحرب ضد تنظيم الدولة ويثير هذا الوجود القواعد العسكرية الأمريكية تساؤلات ملحة حول الغايات والأبعاد السياسية والعسكرية التي ترسمها واشنطن في البلد مراقبون على له سبب الوجود العسكري للقواعد الأمريكية في العراق بأنه يأتي في سياق الترتيب للصدام المحتمل مع التمدد الإقليمي الإيراني فيما يرى آخرون أنه فرض لسيطرة على المنطقة برمتها وعدم السماح لأي قوة أخرى بفرض نفوذها بعيدا عن هيمنة الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق رغبته في الإبقاء على قوات أمريكية في العراق معتبرا أن ذلك أمرا مهما حتى يمكنها مراقبة إيران لأنها تمثل مشكلة حقيقية على حد قوله أسؤلون أمريكون أحذر حكومة عبد المهدي من التعرض للقواعد الأمريكية إذا نشبت حرب مع إيران من جانب آخر فإن حكومة عبد المهدي قالت إن القوات الأمريكية لا تمتلك أي قاعدة عسكرية في البلاد ما يثير الدهشة والاستغراب من هذه التصريحات مع وجود تلك القواعد والأعداد الكبيرة للقوات الأمريكية على الأراضي العراقية